اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل الدورة المهم لمختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي في تعزيز المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين وتوفير المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين وتأهيلهم عبر برامج تدريبية احترافية في هذا القطاع ونوها حميدان بمواصلة الجهود لتحفيز الشركات والمؤسسات الصناعية على توفير فرص تدريبية لخريجي التعليم الفني والمهني لإدماجهم في القطاع الصناعي الذي يشهد نموا متزايدا بفضل السياسات التنموية التي تنتهجها مملكة البحرين جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل لدى زيارته لشركة الخليج لصناعة البترو كيمويات حيث كان في استقباله سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من المسؤولين فيها واطلع الوزير على ما حققته الشركة من إنجازات في مجال توظيف العمالة الوطنية والتي تبلغ فيها نسبة البحرنة 93% ولفت حميدان إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تقديم الشكر للشركات والمؤسسات الداعمة لمبادرات وبرامج الوزارة في مجال توظيف الكوادر الوطنية معربا عن امتنانه لجهود الشركة في اعتمادها على القوى العاملة البحرينية معتبرا أنها واحدة من الشركات الكبرى التي تقدم إنموذجا في الاستثمار في العنصر الوطني وفتح الأفاق الوظيفية له للمزيد من التطور المهني وأضاف أن احتضان الشركات الصناعية للموارد البشرية البحرينية وفتح المجال لها لإبراز ذاتها أحد العوامل في نمو الشركات كما أنها ترفع من تنافسية مملكة البحرين إقليميا في جذب الاستثمارات الصناعية مؤكدا أن وزارة العمل وبتعاون مع صندوق العمل تمكين تعملاني في إطار التكامل المشترك لرفض القطاع الصناعي بالمواطنين المؤهلين والمدربين وفق البرامج الجديدة المواكبة للتطور التكنولوجي في هذا القطاع من جانبها كده سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البترو كيمويات مواصلة الشركة اعتمادها على الكوادر الوطنية في مختلف المناصب الإدارية والإشرافية والفنية متطرقا إلى خططها المستقبلية في توظيف المزيد من المواطنين وشاد في الوقت ذاته بحرص وزارة العمل وصندوق العمل تمكين على تأهيل الباحثين عن عمل لتسهيل إدماجهم في القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات الحيوية في المملكة ترجمة نانسي قنقر